اشتركوا في القناة وإن رأيت عينيه ذابلتين وإن بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه ترى العينين تذرفان ولا صوت هذا البكاء قاتل للوالد يهد بناءه هدا ومع ذلك لا ينبغي لك أن ترحمه لأن رحمته هو إبقاؤه في الكتاب قال أبو العلى فقسى ليزدجروا وميك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه قسوة كتلك هي فيما يظهر له قسوة لكنها رحمة في الواقع ما أدري أن أحدثكم قصة أم لم أحدثكمها عن رجل كانت له بنت باكورة أبنائه فكانت له بنت فأراد أن تحفظ القرآن فكانت المسكينة إذا خرجت من المدرسة في الرابعة أو الثالثة يأخذها ويذهب بها إلى الكتاب فهي كانت لا تفهم لماذا يختصها أبوها بهذا العذاب المبين كل صوي حباتها إذا خرجنا من المدرسة ذهبنا فلا هينا ولا عبن وهي يأخذها إلى الكتاب إحفظي سمعي فقالت له مرة يا أبتي لماذا تصنع بهذا ألا استبنتك ألا تحبني فما بالك تعذبني هذا العذاب وفلانة صاحبتي وفلانة هي تذهب أبوها لا يصنع بها هذا الذي تصنع به فكان يؤلمه ما تلقيه له ابنته في أذنه يؤلمه ذلك لكن وفقه ربه أن صمد في وجه تلك العواصف العاتية عواصف المشاعر فمكثت تلك البنت تحفظ القرآن إلى أن ختمته مرة وقد أخذت الثانوية العامة هي وصغي حباتها اللي كنا معها منذ كنا جميعا صغيرات فقال لها أبوها مرة يا بنيتي أتذكرين إذ كنت صغيرة وتبقين وتعترضين وتقولين ما لك تصنع به كذا وكذا أرأيتي لو أني أطعتك في ذلك الوقت أكان ذلك يكون خيرا لك أو الآن والقرآن في صدرك هو خير لك فقالت له جزاك الله من والد خيرا نعم الوالد أنت بل الآن كيف أجزيك كيف أجزيك كيف أصنع بك وهذا الذي صنعت سبب في أن استودعني ربي هذا القرآن في صدري فيقول لها ها هن صوي حباتك مثلك مثله في السن في الثانوية العامة في كل شيء لكن هن لا قرآن معهن وأنت معك القرآن أتذكرين التعب أتذكرين شيئا من هذا التعب من ذلك الشدة من ذلك الضغط من ذلك البو لا تذكرين شيئا من ذلك ليس معك الآن إلا هذا الفضل العظيم الذي تحوينه في صدرك فهذا يقول وليس لجاهلين في الناس معناه ولو كان يقول أضر بنا حب هارون أضر بنا وكم من الويلدان يضر بهم حب آبائهم لأنهم يتركونهم كم من الويلدان يضر بهم حب آبائهم لأنهم يتركون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر